فعندما تسقط أمانة الإنسان تبقى أمانة الله ثابتة إلى الأبد وعهد الله لا يتوقف على أمانة الإنسان إنما على محبة الله اللامتناهية للإنسان واليوم نحتفل بدخول الرب يسوع المسيح الضافر إلى مدينته أوروشاليم ولما دخل يسوع إلى أوروشاليم جموع عدد كبير من الناس فرشوا ثيابهم في الطريق قطعوا أغصان وفرشوها في الطريق والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يهتفون معا وصنى مبارك الآتي باسم الرب وصنى في الأعالي وشعنا خلص يا رب خلصنا أيها السيد وهذا ما سنقوم به من بعد نهاية الخدمة مباشرة سنخرج سنخرج إلى الملاء ونعلن يسوع المسيح ملك وسيد على الكل افتحوا معي الكتاب المقدس إلى إنجيل مرقص الفصل 11 سأبدأ القراءة من العدد 12 لنرى ماذا حدث بعد دخول يسوع إلى أوروشاليم والأسابيع الماضية تعلمنا مع بعض ونحن نأخذ هذه المحطات الخمس حول درب يسوع درب الصليب نحو القيامة كيف أن البشير مرقص يأخذ رواية تتذكروا ويشترها إلى قسمين ويضع رواية أخرى حقيقة أخرى في الوسط تكون المفتاح اللهوتي لفهم قصد الرب من ما دون البشير مرقص الفصل 11 العدد 12 وفي الغد لما خرجوا أي التلاميذ والرب يسوع المسيح من بيت عنيا جاع يسوع عدد 13 فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون انتبهت ما كان موسم التين والمسيح حكم عليها وهلأ منروح إلى العدد عشرين وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التين قد يبست من الأصول فتذكر بطرس وقال له يا سيد انظر التين التي لعنتها قد يبست فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله وهلأ منجل العدد خمسة عشر الروي التي في الوسط تقول وجاءوا إلى أوروشليم ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ تبهوا يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام ولم يدع أحد يشتاز الهيكل بمتاع وكان يعلم قائلا لهم أليس مكتوب بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وسمع الكتب والرؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه إذ بهت الجميع كله من تعليمه ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة موضوعي بهذا الصباح الهيكل بين التين ويبوستها أو جفافها الهيكل بين التين ويبوستها ماذا حدث تبهوا من بعد ما دخل يسوع هالدخول الظافر إلى مدينة أوروشالين ماذا حدث مباشرة بقول الكتاب المقدس غدا من بعد هذه الحادثة لما خرجوا من بيت عنيا جاعة ونحن أولاد هذا الشرق نفهم تماما أنه في علامة استفهام كبيرة بعبارة جاعة لأنه نحن يلي سقفتنا بتعلي مع الكرم والضيافة والاهتمام بزوار الرب يسوع المسيح لما وصل إلى أوروشالين وبيت ببيت عنيا يعني ببيت حدا من الأصدقاء لإلهم نعرف سمعان الأبرس بيته هونيك أو لعازر أو مرثة أو مرتا مريم أو مرتا هونيك هيدا المكان هو مكان مميز أصدقاء يسوع هناك تلميذ يسوع هناك فيسوع المسيح بيت في هذا البيت وفي الصباح لما خرجوا جاع في شي مش مظبوط الغرب لما بيقرأ هالعبارة بيشوفها طبيعية أما نحن نقول مستحيل أن يسوع المسيح يكون خرج من هذا البيت وأهل البيت ما طعموه وحضروا له الفطور وإذا لسبب من الأسباب كان مستعجل وريد يفل أكيد ربة المنزل كانت عطيطه الزوادة صح؟ لحتى يخدها معه ونحن اللي ربينا بجبال منعرف أنه أكيد إما طعموه أو عطيوه زوادة يخدها معه السؤال الثاني هو يقول لما خرجوا جاعة هو يعني هن ما جاعوا لا هيئتهم أكلوا ومعقولة كمان مستحيلة أن التلميذ يكونوا اجتمعوا الصبح وأكلوا والمعلم ما بارك الطعام وكان معهم لا شك أنه أكلوا وعبارة جاعة عم يستخدمها مرقص تحتى يدل على شي مهم بدوا يحدث فيما بعد والظاهر أنه عبارة جاعة هنا عبارة مجازية تشير أن الله جائع إلى ثمر البر في قادة شعبه وسؤالي لألكم لما الله بيدخل إلى عالمنا ويجوع إلى ثمر البر هل يجد ثمر في حياتنا؟ في قادتنا، في زعمائنا، في نوابنا، وزرائنا، رؤسائنا، هل يجد ثمر البر في حياتنا؟ في حياتنا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر